انا علام زعمان محمد ايه الضرر اللي هو عليك المحلين العدة تحت دلوقتي ايه وانا عند هلاتي والشناير ومكان لحام شغلتك ايه اصلا مهنتك ايه انا صاحب المحلين محل بتاع جيب سواسمنت والمحل التاني بجيب في عيداته وبطلعها جاء سلال موحجات زيك لقول لي ده في المحل تحت الرجل تمام وانت ايه اللي هتعمله دلوقتي ايه الوضع انا عايز بس احددهم بجمبته الحاي الناس مشكورة شالت وطلعت بس كان يشيلوا للراد ما يلحق اي حاجة من العدة بتاعتك طب انت بتطلب بايه طيب انه بس يشيلوا الراد ما عشان اعرف اطلع العدة لو في حاجة حتى كده ده مصدر رزقك الوحيد هو ده مصدر رزق انا مليش حاجة تاني هو العلات والشماير والحاجات دي بقى الغرف والمحل التاني ببيع فيه جيب سواسمنت ومساعة في ساعة 9 الصباح بتوقتها كين انت حاجة لانا كان الوادي الصابي اللي معايا هو فتح الدكانة وانا كنت لسه اجينه كمان شوية كل يوم ده كنت تفيدي ابنان انا كل يوم بقى اجي ساعة 8 بس المبارح كنت تعبان بس ما نزلتش بقى طب الصابي سليم يعني كوي اه سليم بس هو من الخضة بقى عين صغير يعني 17-14 سنة حتى قاعد ينادي على اصحاب البيت لما حس بالهزة ليت هو ما ردوا عليه فقروا انه عايز حاجة واسبوا مش حاجة بعدها على طرح ما هو في خفص المحزة ما خديتش حاجة يعني الحاجات اللي اتدرروا انك عدل بكام يعني عبالي قلاتة وشناير ومكان لحام نعم هو ازر من 50-60 يارف جنيه فيش حد قدم مساعدة حتى ما هو جماعته الحقيقي طلبوا منه ورع انه نجيبه بقى يا لازم في في في